زاهد قبيسي، فنان تشكيلي أنا بالجامعة درسة Graphic Design تعلمت خط عربي أكتر رح أتعمل دورات بتركيا بمرحلة شوية متقدمة أنا بلشت أمزج الفن التشكيلي أو الرسم مع الخط العربي الحارف العربي مطيع بنقدر نحن نتحكم فيه ونعمل فيه أشكال لمتناهية أنا بشتغل بالأويل أكتر شيء بالأكريليك وهلأ فيه بالحذر عم بعمل أعمال وممكن نكون فيه ميكست ميديا نكون جسمات أو منحوطات صغيرة الزوء العام تغير قبل بمدي كان بيتجه كله نحو الألوان الراجزي لما صاروا يشوفوا الناس الألوان الفائعة شوائي صار فيه ناس تحب الجلوس أمام اللوحة هو متعة الأتولياء تبع الفنان هو صومعته هو اللي بيبعد فيها عن كل الناس وبيقعد بس مع لوحته وأنا بيخدني الوقت أمرار من الصبح لآخر بقعد ومبحث بالوقت وهي بالآخر لما تكتمل بتعطي صورة هاللحظة اللي كان عايشها الفنان ترجمة نانسي قنقر